السلام عليكم التتبعات ديالي كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية ورجعت لكم فيديو جديد ونهار جديد وشهوة جديدة نتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم والوصفة ديالنا اليوم إن شاء الله عبارة على ملوزة ديال القرقع واللوز اللي كتجي رائعة كتجي معلكة وغادي إن شاء الله نعطيكم جميع الأسرار بتنجح معاكم وخامل أول تجربة إن شاء الله يا ربي ومهم خاليكم مع الفيديو وكان أعطاها درم الحباب ديالي اللي كي ساقسيوا في إيا نقولهم شكرا لكم بزاف بزاف الناس كي ساقسي وني غي بتاع ليكم اللي دورو في وصافي ونتقل إن شاء الله هنا الوصفة ديالنا والطريقة إن شاء الله ديال التحدير هنا غادي نحتاج كيلو ديال اللوز وغادي نحتاج نصف كيلو ديال القرقع اللي سخنت الفران مزيان وتفيتلو ودخلتم هيدا يسخنوا مزيان وخرجتهم كيلو ديال اللوز ونص كيلو ديال القرقع وكنتحنوا ما كان خليهم شي يعني ما كان ندعقهم شي بزاف كان خليهم هيدا مفرفشين كيفما كتشوفوا معايا في صورة وموضح ليكم يعني كخليهم مفرفشين باش كتجي ذاك الملوزة ديالنا كتجي يعني ما كتجي شي مالسة كتجي شابرة فراسها وكان نحتاج لهم أربعمية وخمسين قرام ديال السكر وكان نحتاج ثلاثة ديال فاني بنكهة الزهار أربعمية وخمسين سكر وثلاثة ديال فاني بنكهة الزهار وقبيسة ديال الملح هيدا ملوزة صراحة كتجي مزيونة كتجي معلكة ومدق ديالها ما نقول لكم شي علي وهنا كان نحتاج واحد الليمونة محكوكة كان حكولة غير ذاك البشر دياله كان حاول من ما نوصلشين ببيض يعني غير ذاك البشر الفوقاني كانت منه إن شاء الله تعجبكم الوصفة هذا كان عندي كوموند الأخوات سارحة كان عندي كوموند يعني كان عندي ثلاثة ديال الكيلو ديال ديال الملوزة صفي هناك نعمل واحد صشيات الخميرة والنص من فئة 20 غرام صشية والنص وغادي نحتاج هناك واحد اربعة المعالق كبارين والنص ديال كاكاو كاكاو المر اربعة المعالق ونص وهناك عندي اربعة المعالق ونص ديال الطحين الطحين الخاص بالحلويات وغادي نحتاج هناك واحد اربعة المعالق ونص ديال الزبدة دائما معالق اللي هم أكبارين صفي هناك ندخل ذاك المكونات ديالي كاملين مع بعضه يعني كمقن معك شي هم هيدا حتى اللي كينساجموا لي مع ذاك القرقاع وذاك اللوز ديالنا هادا ان شاء الله غادي نبدا نزيد لهم بيطات دياله وهنايا جاتني هاد المعجنة صغيرة وقلبت في هاد البانيو اللي عندي هيدا غارق شوي وش وكيف ما شوفته معايا يعني من بعد ما دخلت المكونات كاملين مع بعضياته اه عملت ببيطات هنايا تقريبا ما بين 8 حتى انت تسعد ببيطات هادا هاد القياس كي يديلي ما بين 8 ببيطات حتى انت تسعد ببيطات يعني اه العجينة هتبقى شوية خفيفة باش منيك ننشكلوها يعني كتجينا رطبة منيك ندخلوها لفرنطيب معاك اترتاح واحد شوية اي هادا يعني باش كاتشربو هادا كتجي يديك ما بين 8 حتى انت تسعد ببيطات هادا القياس ديال اه كيلو ونص انا الصراحة اقول لكم كان عندي 3 كيلو اه قسمته علاجوش باش جيني الخدمة يعني مزيانة وميكبرش وما تشرب لي شي يعني الحلوة ديالي انتم ما كيتم ما كتخدمو كيف ما بغيتوا تقدروا تديروا يعني اه غير كيلو مثلا اصفي هناك كيف ما كتشوفوا معاين يعني بعد ما دخلت ذاك البيطات في ذاك المكوينة ديالنا كنحصل على هادا العاجين في هادا الشكل هادا اللي كيلتاصق شوية في اليدين وكنغطيه هناك وكنخليه يرتاح هنا يا البنات كيف ما قلت لكم يعني البيطات ما بنعمل ثمانية لوليا وهذه هنا يا تسعود كتحسوا فيه يعني كيتلصق يعني بقى لكم خفيف مزاك يشرب يعني مني كيكون خفيف وكتخليه يشرب باش كيرجع يعني المزيج هو هاداك من بعد ما كتخلطوه نزيان كيف ما قلت لكم كتخليه يرتاح تقريبا واحد واحد ساعد المقانة هيداك عاد باش كترجع تشكلوه والاخوة كيف ما قلت لكم في البداية الفيديو الاخوة اللي كيساقصي وعلي اياكم نقولهم شكرا بزاف بزاف يعني كيساقصي وعلي في الواتساب وكيقولوا لي تعطلتيش حال ما نزلتين نام غير الظروف وصفي يا الاخوة يعني تحت قيلة التفاعل يعني كتعملك شهد احبط صفي هنا يكفي ما شفته معايا الخالطة ديالي على هات شكل هذا كنعمل سكر غلاسي اللي هو وخصو يكون سبيسيال ضروري باش ما كيتحرق الناشي في الفران وكنعمل واحد الإناء في شوية ديال مزهر صفي وكنبقى نشكل الملووزة ديالي والقياس كيبقى على حسابكم يعني انتوما والقياس انا قياس صراحة عملت غير عيني ميزاني وجاني القياس هو هادك كان هذا كوموند عندي ديال السابع والقياس جاني صراحة يعني هو هادك انتوما كيسمي لعندكم الميزان يمكنكم تعبروه ما بين ثلاثين و ثلاثين و ثلاثين غالبا كيكون ثلاثين و ثلاثين و ثلاثين يعني الغريبية ثلاثين جرام كم قا نشكلها هات شكل هذا كنت هنيتضي من مزهر ونشكل الغريبية ديالنا و كيف ما قلت لكم ضروري باش يكون السكر غلاسي سبيسيال يعني باش ما كيتتحرقناش في الفران وهذا ما كان كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو واللي باقي ما اشترك فالقاناة ينزلي اشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا ان شاء الله الجديد و ما تنسوني شمشي لايك و بارتاجي لكن بالامكان انا كنت بارتاجي القاناة ديالي مع العائلة و الاحباب ديالكم باش نتكبر العائلة و نوصلوا ان شاء الله لعدد كبير ديال المتتبعين علش اللاء كنتشوف قاناوتين و خاك يجيني ساعة ساعة لا احبطها الاخوان كنتشوف قاناوت طلعوا شوية بشوية و وصلوا والحمد لله لان منك يكون محتوى نقي و خايت تعطل ان شاء الله في الطريق عنده ما يوصل عنده ما يوصل ان شاء الله كذلك ان شاء الله القاناة ديالي عندي امل انها جوحة النار و عدكم كان يعني راحة القاناة اللي هي كبيرة و نعارفون بعديتنا بزاف ديال الحوايج والله يسخر يا ربي الله يسخرنا الامر ان شاء الله الرحمن الرحيم أو قادم كذلك وهنا نجيب السينية اللي فرجت لها بالورقة السبدة كيف ما تشوف معي نزيد نعمر لذلك الوجه دياله بسكر غلاسي ونعمل واحد الغطيسة هيدا بصبعي وذلك الغطيسة اللي عملت نزيد نعمر فيها سكر غلاسي كيف ما تشوفه معي وموضح عندكم في الصورة نتمنى يكون الشرح ديالي نباين ونعطيهم واحد شير اللي سباس لانها يبقى كتزيد تتحل هيدا وندخلو هان الفران اللي كان كونه سخنه من قبل كيف ما كتشوفوا معي الحروا ديالي هي هادي يعني انتم ما كتشوف ذاك المسافة اللي انا عطيها ما بين واحدة وواحدة وكيف ما قلت لكم كندخلوها الفران اللي هو مسخن كندخلوها بالنسبة ان الفران ضده كتكون العافية في وجهه ودبوطة كذلك يعني الفران ضده كنعملوها من فقية اللي ولي حتى لي كتشقق معانا عاد كنهبطوها من تحت تحمر غير شوية ما كنديش بزاف دلوقت في الطيب را هي لفت فيها الوقت اللي بنت في الطيب غادي تقصح معاكم وفران دبوطة كنعملوها من تحت من بعد ما كتشققها عاد كنطلعوها من فوق وهذه الملوزة ديالي يشوفوا أنا مولتها اخترتها ما بغتش يعني يعني تعملها دقرقعة من فوقي اخترتها حسبية هيدا والغريبة ديالي هي هادي ولا الملوزة ديالي قرقع ولا وسكنتمنى إن شاء الله تعجبكم نتجربوها ونتلاقوا إن شاء الله يا ربي في فيديو جديد ما تنسوني شي من لايكات ديالكم شي كومونتر هيدا يكون محفز توقو بيا كتجي معلكة كتجي رائعة رائعة صراحة ونتلاقوا إن شاء الله رحمة رحمة في فيديو جديد شكرا على حسن المتابعة ديالكم والبسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة